أشادت الحكومة السودانية بالمجهودات التي بدلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل الحج وأبانت أنها أكملت إجراءات الحجاج السودانيين وبصدد تفويجهم للأراضي المقدسة مؤشرات نجاح موسم الحج لهذا العام برزت مبكراً نتيجة للإعداد الجيد من قبل حكومة المملكة العربية السعودية والتنسيق الممتاز لسفارات خادم الحرمين الشريفين مع حكومات الدول تنسيق كان أنموذجاً له ما تم مع الحكومة السودانية السنة هذه المملكة العربية السعودية أضافت 20% على كوتة حجاج من جمهورية السودان بحيث أصبح العدد الكلي 32 ألف حاج إن شاء الله سيعدون فريضة الحج لهذا العام 1438 حكومة السودان أشادت بالدعم والتسهيلات المقدمة من المملكة العربية السعودية وأثنت على المستوى الرفيع في الأداء الذي قامت به سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم لتيسير وتسهيل الإجراءات للحجاج نحن نلاحظ أن هناك تسهيلات كبيرة تواصل مستمر تزليل المشكلات من خلال أعمال الميدانية وواجرة من خلال التفويج من خلال الإسكان كله أصبح الآن أعمال إلكترونية آلية سريعة جداً جداً نكسب من خلال الزمن فنحن بنحيي كل الذين يتواصلون معنا ونؤكد بأن هناك تواصل يومي على مدار الساعة لخدمة الحجاج مراحل إجراءات الحج مضت إلى نهاياتها وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين البلدين ومن المتوقع أن تنتهي الشعيرة براحة وسلامة تامة لما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وما سهلته في مجال الإجراءات لا يفوتني أن أشيد بالجهود الكبيرة من قبل الحكومة في جمهورية السودان التي سهلت ودللت ونسقت مع سفارة المملكة في الخرطوم لتسهيل حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن من جمهورية السودان إحكام التنسيق بين سفارة المملكة العربية السعودية في السودان والسلطات السودانية ساهم في انسياب إجراءات الحج بيسر وسهولة إجراءات شرفت على الانتهاء وبدأت الترتيبات لمغادرة الفوج الأول لواء عبد الرحمن الإخبارية الخرطوم ترجمة نانسي قنقر